كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استسماع عقلك لكل شخص حابب يبدأ معنا تداول فوريكس على منصة اكسنس هذا الفيديو رح يكون شرح مبسط شو أهم الميزات اللي رح تحصل عليها وكيف تسجل معنا بشكل مجاني زي أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد لحتى تشترك معنا بشكل مجاني أولا خدمات اللي رح تحصل عليها لاحظ قناة الفوريكس طبعا في أكتر من محلل بيدير هاي القناة لاحظ الدهب لحنا تقريبا من ساعة حطينا منطقة لازم تهتم فيها المنطقة هي لما بنزل أنا دائما استوبلوز إذا أنت تشتغل سكالبينج استوبلوز أسفل هاي المنطقة أما إذا نزلت لك أنا صفقة واضحة بأهداف بستوبلوز هون أنت بتعتمد عليها طبعا الصور هاي للأشخاص المتقدمين بالخبرة أما الأشخاص المبتدئين بيقدروا ينتظروا الصفقة يلي بتكون بأهداف وبدخول واضحة إذن الأشخاص المحترفين نزلناهم هاي الصورة والحمد لله تم الارتداد بقوة وبعض الأشخاص بعتولي صور أرباحهم يلي بتحصل عليه أنك أنت بتحصل على مناطق دعم مناطق مقاومة بتراقبها وبتشتغل عليها أيضا رح تحصل على صفقات أماكن دخول وأماكن خروج في عنا قناتين قناة تحليل كلاسيكي وقناة تحليل ICT لاحظ هاي الصفقة آخر صفقة بيع على الدهب وأيضا عنا كان بيع على الداو جونز بفضل من الله وكتير أشخاص بيشاركونا أرباحهم عنا أكتر من 1200 شخص مسجل عن طريق رابط إحالتنا وموزع على مختلف قنواتنا كيف رح تسجل بشكل مجاني تماما وتستفاد من صفقاتنا المجانية هلا أول ما تبحث أنت على جوجل على منصة إكسنس رح تطلع هاي الواجهة رح تضغط على إنشاء حساب بعدها تنزل على رمز الشريك تختار هون دولتك تختار عنوال بريد الإلكتروني كل مستر وهون بتحط رمز الشريك عبدو عبدو أحرف صغيرة بدون أي فواصل عبدو عبدو هيك أنت رح تقدر تستفاد من توصياتنا بعدها لازم تودى 500 دولار بالتأكيد إذا حسابك فاضي ما فيه إيداع بالتأكيد ما رح تقدر أنت تستفاد من توصياتنا شو يلي بيستفاده أنا إذا سجلت أنت عن طريق رمز الشريك أو عن طريق وكالتي رح استفاد أنا رح أحصل على الجزء من الرسوم يلي بتاخده منك المنصة بتاخد منك المنصة رسوم سابتة إذا سجلت عن طريق وكالتي رح أخذ أنا الجزء إذا ما سجلت عن طريق وكالتي المنصة رح تاخد كامل الرسوم إذن أنت ما رح يزيد عليك أي رسوم وبعد ما توصق طبعا وتعمل إيداع تتواصل معي حتى ضيفك إن شاء الله هاي الواجهة يلي بتقدم منصة إكسنس بتقدم منصة إكسنس واجهة سهلة يعني هاي الصفقات عندك البيع الشراء وأيضا عندك معلومات الحساب من هون إذا أنت بتشتغل على MT5 MT4 تاخد معلومات الحساب وبتنقل عندك وبتشغل MT5 أو MT4 أو بتقدر أنت تنزل تطبيق إكسنس وتستفاد أنت من الواجهة السهلة والبسيطة يلي بتوفره المنصة إذن عندك خيارين أما بتشتغل على MT5 أو MT4 أو تشتغل على واجهة منصة إكسنس سواء من الكمبيوتر أو تنزل تطبيق على الهاتف البيع الشراء تحديد اللوكتات كل هذا أنا شارحه بالمجموع العامة يعني أنت رأسمالك مثلا ألف كمل لوت المناسح حتى تدخل برأسمال ألف كل هذا أنا شارحه إن شاء الله مهم جدا تلتزم بستو بلوز إذا فشلت صفقة لحنا بهمنا الإجمالي النتائج الأسبوعية تكون على ربح وبفضل من الله الأسبوع الماضي كان عندنا 1400 نقطة ربح الأسبوعي اللي قبله كان عندنا 3100 نقطة ربح أي صفقة بتفشل بالتأكيد من سجل بإحصائياتنا الشفافية أمر مهم جدا مع عضانة أتمنى تكون الفكرة وصلت أصدقاء الأشخاص يلي عندهم حساب قديم بمنصة إكسنس كيف رح يسجلوا ويستفادوا من توصياتنا رح تتواصل مع الدعم وتعطيهم رقم الوكالة تعطيهم رقم الوكالة بتلاقيه على مجموعة التليجرام العامة وبعدها تنتظر يومين أو ثلاثة لحتى يتغير الوكالة وبتعمل حساب فرعي داخل حسابك يعني أنت نقلت الوكالة بتعمل فتح حساب جديد وبتعمل حساب فرعي داخل حسابك وحسابك الأديم بتعمله أرشافة بتلغي وإذا أنت بتقدر تعمل حساب جديد بتقدر توصق على نفس البيانات يعني عندك حساب قديم أنت بدل ما تنقل الوكالة بتعمل حساب جديد وبتوسق على نفس البيانات يلي وسقت في حسابك الأديم والموضوع بيمشي تمام إن شاء الله هيك وصلنا لها الفيديو إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله